بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين أبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم بلاد الطلاب والطالبات في درس اليوم من مادة رغتي للصف الثاني تاهيري فكري اليوم بمشاهدة الله تعالى سنتابع تعلم مهارات كتابة البيانات الأساسية لكن أريد منكم قبل أن نبدأ في الدرس أن نلتزم بتعليماتنا العامة التي دائما نأخذها عند بدء الدرس يجب أن نكون في مكان هادئ بهضاء جيدة وتهوية مناسبة أن يكون بصحبتنا أحد أفراد الأسرة البالغين أن نتابع مع المعلم بهدوء وأن نحاول أن نحضر ورقة خارجية لتسجيل بعض المعلومات التي نتعلمها في درس اليوم لا تنسوا أن تحضروا كتاب مادة رغتي حتى نتمكن من حل التدريبات وتعلم المهارات سوية في الدروس السابقة أخذنا أن البيانات الأساسية هي عبارة عن مجموعة من المعلومات هذه المعلومات خاصة بنا ممكن أن نشاركها مع الآخرين طيب مثل ماذا هذه المعلومات؟ مثل الإسم تاريخ الميلاد الحي الذي نسكن فيه المدينة المدرسة التي ندرس فيها وغيرها من المعلومات التي ممكن أن نتشارك أو نشارك الآخرين هذه المعلومات والبيانات طيب مما تتكون البيانات الأساسية؟ أريد منكم أن تلاحظوا أن البيانات الأساسية تتكون من مجموعة من الأشياء هذه الأشياء هي عبارة عن البيانات الأساسية التي يجب علينا أن نتعلم كيف نقوم بكتابتها أول شيء من البيانات الأساسية وأهم شيء هو الإسم الإسم مهم وضروري أن نتعلم كتابته نتعلم التعبير شفهيا عن أنفسنا أي لو سألني شخص ما اسمك أكون قادرا على الإجابة والرد على هذا السؤال طيب لماذا مهم الاسم؟ لأنه يمكنني من التواصل مع الآخرين بشكل جيد يعرف الآخرين به يجعلني أكسب صداقات يصبح لدي الكثير من الأصدقاء وأعرف اسماهم ويعرفون اسمي طيب الاسم ذكرنا أنه يتكون إما من الاسم الأول يكون اسمي أنا فقط مثلا محمد اسم أول هو اسمي أنا فقط طيب لو ذكرت اسمي واسم أبي سيصبح لدي اسمان طيب محمد عبد الله هذا الاسم الأول والاسم الثاني طيب لو ذكرنا ثلاثة أسماء محمد عبد الله محمد سيصبح لدينا ثلاثة أسماء وهكذا في بطاقة الهوية الوطنية يوجد أربعة أسماء غالبا أو ثلاثة أسماء نسميها لإسم الرباعي يعني لو لقيت في استمارة أو ورقة مكتوب الاسم رباعيا أو الاسم الرباعي أعرف أنه ماذا أعرف أنه اسمي في بطاقة الهوية الوطنية أو في جواز السفر أقوم بكتابته كما هو موجود في بطاقة الهوية أو جواز السفر كما تعلمنا ذلك في الدروس السابقة إذن الاسم هو أول المعلومات الأساسية التي يجب علينا تعلمها كتابة وتعبيرا شفهيا المعلومة الثانية العمر كذلك العمر نستطيع الحصول عليه من وين؟ من بطاقة الهوية الوطنية كيف؟ عن طريق تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد استطيع من خلال حساب عمري قلنا أنه في الدروس السابقة هناك طريقة نتعلمها لحساب العمر عن طريق طرح العام الهجري أو الميلاد الذي نعيش فيه من العام الهجري أو الميلاد الذي ولدنا فيه الناتج سيصبح هو العمر الزمني لنا طيب المعلومة الثالثة رقم الهاتف رقم الهاتف مهم جدا أن نتعلم كتابته وأيضا أن نحفظ قدر استطاعتنا طيب إذا كنت غير قادر على حفظ رقم هاتفي أو رقم هاتف أحد قاربي ماذا أفعل؟ أخذ ورقة أسجل فيها رقم الهاتف ورقم هاتف أبي ورقم هاتف والدتي أو أحد قاربي وأحتفظ بهذه الورقة حتى إذا احتجتها عند الضرورة تكون هذه الورقة موجودة معي المدينة التي نعيش فيها أيضا مهم أن نتعلم كيف نكتبها وكذلك الحي السكني الذي نسكن فيه داخل هذه المدينة أيضا الصف الدراسي لدينا هنا كم معلومة الاسم واحد العمر اثنين رقم الهاتف ثلاثة المدينة أربعة الحي خمسة الصف الدراسي ستة هذه معلومات أساسية يجب علينا تعلمها كتابة وأيضا تعبيرا شفهيا أريد منكم سوريكم الآن ورقة على السبورة أريد منكم أن تحاولوا أن تعملوا مثل هذه الورقة قوموا بتصميمها بأنفسكم أو بمساعدة أحد أفراد الأسرة هذه الورقة ستكون تحتوي على الاسم لاحظوا تحتوي على مجموعة من البيانات الاسم كالمعلومات التي أخذناها قبل قليل هذه الورقة اكتبوها ثم قوموا بتعبئة بياناتكم في هذه الورقة قوموا بالاحتفاظ بهذه الورقة حتى تتمكنوا من استخدامها عند الحاجة لكن يجب أن نتأكد أن تكون معلومات صحيحة معلومات خاصة بنا يعني بعد كتابة هذه الورقة يجب أن نقوم بمراجعتها مع أحد أفراد الأسرة البالغين إما الأب أو الأم حتى يتأكد من أن جميع المعلومات في هذه الورقة صحيحة ثم نحتفظ بهذه الورقة وهذه الورقة عبارة عن معلوماتنا وبياناتنا الأساسية التي يجب علينا تعلم كتابتها طيب لديكم نشاط رقم أربعة يريد مننا في هذا النشاط أن نعرف عن أنفسنا شفهيا من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة شفهيا أي بدون كتابة لكن سنحاول أن نتعلم كيف نعبر عن أنفسنا بالكلام نتكلم وكذلك نقوم بكتابة هذه البيانات لدينا هنا مجموعة من الأسئلة عددها خمسة أسئلة ستساعدنا هذه الأسئلة على كيفية التعريف عن أنفسنا بشكل صحيح أول سؤال ما إسمك؟ دائما نتذكر أن الإسم هو أول معلومة أساسية مهمة يجب أن نتعلمها لا بد أن نعرف أسمائنا بشكل صحيح ونحاول قدر استطاعتنا كتابة أسمائنا أيضا بشكل صحيح طيب ممكن أن نحل هذا التدريب من خلال الوقوف أمام المرآة طيب أخذ المرآة في الغرفة أقف أمام المرآة ثم أحاول أن أجيب على هذه الأسئلة يعني أقف ما إسمك؟ أجيب على هذا السؤال كم عمرك؟ أجيب على السؤال الثاني ما جنسيتك؟ أجيب أيضا على السؤال رقم ثلاثة أين أسكن؟ أجيب على السؤال رقم أربعة ما المرحلة الدراسية التي ندرس فيها؟ أجيب على السؤال رقم خمسة أو طريقة أخرى للإجابة على هذا السؤال ممكن أن نقف أمام أبي أو أمي في المنزل وأجيب على هذه الأسئلة ممكن أن نساعد أبنائنا في المنزل من خلال طرح هذه الأسئلة عليهم مساعدتهم في الإجابة بالشكل الصحيح والمناسب ممكن أيضا أن نقوم بعمل هذا التدريب مع أصدقائنا في المدرسة أجلس أمام صديقي في المدرسة أسأل هذه الأسئلة ويجيب ثم يسألني هو وأجيب على هذه الأسئلة طيب الآن ما رأيكم أن نحاول سويا أن نجيب على هذه الأسئلة؟ ما اسمك؟ أقوم بكتابة الاسم هذا هو الاسم الاسم هنا مكون من اسمين الاسم الأول الاسم الثاني هذا اسمي وهذا اسم أبي لاحظوا أنه عندما نكتب الاسم أولا نحاول أن نكتب بخط واضح قدر الاستطاعة كذلك لا بد أن نجعل هناك مسافة قصيرة تفصل الأسماء عن بعضها حتى نستطيع أن نقراها بشكل جيد طيب الاسم هنا عبد الله محمد إذن هذا هو الاسم أريد منك الآن أن تقف أمام الشاشة وتحاول أن تجيب عن هذه الأسئلة بالمعلومات الخاصة بك اتفقنا؟ طيب إذن الاسم ما هو؟ أجيبه أحسنتم كل واحد يقول اسمه طيب سؤال الثاني كم عمرك؟ أحسنتم أيضا نجيب عن العمر ممكن أن يكون العمر 17 سنة أقل أو أكثر إذن نكتب العمر ونجيب عليه نتعلم أعمارنا بشكل صحيح نكتبها طيب وش الفائدة من معرفة عمري؟ ليش أعرف عمري؟ أعرف عمري أولا حتى يكونون أصدقائي من نفس فياتي العمرية يعني مثلا هذا عبد الله عمره 17 سنة ما ينفع عبد الله يكونون أصدقاء عمرهم 30 سنة طيب يكونون كبار مرة ولا ينفع عبد الله يمشي مع ناس ويكونون أصدقاء عمرهم 10 سنوات لابد أن يكونون أصدقاء عبد الله نفس الفئة العمرية التي ينتمي إليها عبد الله يعني عبد الله عمره 17 سنة أصدقاء محمد فهد يكونون بنفس العمر طيب الجنسية هي جنسية البلد الذي ننتمي إليه الجنسية عبدالله سعودي ممكن أن نقول جنسيتي سعودي إذا كنت سعودي غير سعودي أذكر جنسية البلد الذي أنتمي إليه أين أسكن المدينة التي نسكن فيها عبدالله يسكن في مدينة الرياض ممكن أيضا منال تسكن في مدينة جدة نهات تسكن في مدينة الخبر أحمد يسكن في مدينة أبهى أذكر اسم المدينة التي أسكن فيها بشكل صحيح آخر سؤال هنا المرحلة الدراسية التي ندرس فيها الصف الثاني تاهيلي هو المرحلة الدراسية التي ندرس فيها بهذه الأسئلة الخمسة استطعنا أن نتكلم عن أنفسنا نعبر عن أنفسنا شفهيا من خلال ذكر هذه البيانات ممكن أن نقول أن هذه البيانات هي بياناتنا الأساسية الاسم العمر الجنسية مدينة السكن والمرحلة الدراسية التي ندرس فيها طيب مهم قبل أن نكتب بياناتنا أن ننتبه لمجموعة من الأشياء أول نقطة مهمة جدا قبل كتابة البيانات تعلم البيانات أيضا لا بد أن نكتبها بشكل صحيح طيب أنا الآن أريد أن أحفظ رقم هاتفي أو رقم هاتف أبي أو أمي ما إن فأحفظ الرقم خطأ لأن لا بد أن تكون البيانات صحيحة حتى أحفظ رقم الهاتف كمعلومة أساسية لا بد أن يكون رقم الهاتف صحيح يجب أن أتأكد أن هذا الهاتف خاص بي أو بأحد أقاربي أقوم بكتابتي في ورقة أحفظة وراجعة أتأكد من صحة الرقم من خلال سؤال أبي أو أمي أو أحد أقاربي عن صحة رقم الهاتف حتى أتأكد أن هذا هو الرقم الصحيح الخاص بي كذلك الاسم وغيرها من البيانات الأساسية إذن أول شيء مهم يجب أن نرعيه عند كتابة بياناتنا أن نكتبها بشكل صحيح تكون بيانات خاصة بنا تكون بيانات تخصنا نحن طيب الشيء الآخر يجب أن نكتبها بخط واضح من الضروري جدا أن نتعلم كيف نكتب بياناتنا بخط واضح إذا كنا نكتبها عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق الجوال نتأكد من أن الأحرف صحيحة الكلمات صحيحة طيب إذا كنا نكتبها بالقلم نتأكد أولا أن القلم يكتب بخط واضح بشكل جيد نكتب على ورقة نظيفة تكون الورقة مسطرة حتى نستطيع أن نكتب على السطر أي على مستوى واحد ما تكون الكلمات طالعة أو نازلة كذلك أتأكد أنني لا أقلب بين الأحرف أو الأرقام أتأكد من أن الرقم صحيح والحرف الذي كتبته حرفا صحيحا بعدما أكتب البيانات أذهب إلى أبي أو أمي لمراجعة البيانات هل هذه البيانات صحيحة؟ أو ممكن أن نعرضها على معلمتي أو معلمي في المدرسة للتأكد من صحة البيانات التي قمت بكتابتها آخر شيء يجب أن نكتب البيانات في المكان المناسب تذكرون السؤال قبل قليل الإسم، العمر، الصف المعلومة التي يريد أن أكتبها أكتبها في المكان الخاص بها ما يصلح أن يكتب مثلا مكان الإسم أكتب العمر مكان العمر أكتب الإسم هذه طريقة خاطئة للكتابة لا بد أن أتأكد من أن بياناتي ومعلوماتي مكتوبة في المكان الصحيح طيب إذا تأكدت من هذه الخطوات كلها أنا أستطيع أن أكون قادر على كتابة بياناتي لكن مهم جدا قبل تعلم كتابة البيانات أن نتعلم كيف نعبر عن أنفسنا شفائيا لا بد أن نقف أمام المرآة أحد أفراد الأسرة في المنزل نتكلم عن أنفسنا ما اسمنا؟ ما هي المدينة التي نسكن فيها؟ ما هو الصف الدراسي الذي ندرس فيه؟ ممكن أيضا أن نقوم بلعبة مع أصدقائنا في المدرسة بحيث كل طالب أو طالبة يسأل صديق سؤالا ويجيب الآخر بهذه الجواب المناسب والصحيح لكن تذكروا أن نفرق بين المعلومات الأساسية البيانات الأساسية كالإسم، المدينة، الصف الدراسي، العمر هذه بيانات أساسية ذكرنا أنه ممكن نشاركها مع الآخرين طيب هناك بيانات ذكرناها في الدرس السابق ومعلومات خاصة بنا مثل عدد الملابس في الخزانة، مقاس الحذاء هذه معلومات وبيانات خاصة بنا لا يصلح أن نشاركها مع الآخرين أتمنى أن نتعلم المهارة في المنزل نحاول أن نتدرب عليها حتى نصبح قادرين على التعبير عن أنفسنا بشكل صحيح شكرا لانتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته